اشتركوا في القناة مجمع الملكة الحسين للأعمال أسعد الله ومساكم بكل خير متابعين ومتابعي طقس العرب في الأردن نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن التطورات الجوية المتوقعة في عموم مناطق مملكة خلال الساعات القادمة نهار اليوم سادت أجواء مستقرة في عموم المناطق درجات الحرارة كانت حول معدلاتها مثل هذا الوقت العام تقص بارد نسبيا سادة خلال ساعات النهار انتشرت كمية من الغيوم العالية في المنطقة الجنوبية والمنخفذة فوق المنطقة الشمالية والوسطى المحاول الرئيسية التي ستعرضها في هذه النشرة ستكون حول منخفضة جوية متوقعة تتأثر بها المملكة خلال الساعات اللاحقة تم تصنيفه على أنه من الدرجة الأولى والدرجة الأضعف بحسب قياس تقص العرب في قياس شدة المنخفضات الجوية وبالتالي فرصة زخات الأمطار ستعود نحو المملكة وانخفاض على درجات الحرارة بفعل الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي سؤال أقمى الاصطناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشار كمية من الغيوم العالية قادمة من الأراضي المصرية نحو المنطقة الجنوبية من المملكة هي عبارة عن غيوم بدون فعالية وانتشرت كميات من الغيوم المنخفضة فوق المنطقة الشمالية والوسطى لاحظوا هذه الكميات الكبيرة من الغيوم فوق شرق البحر المتوسط يناتج عن الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي حيث تتشبع بالرطوبة فور عبورها فوق المسطح المائي وهو البحر المتوسط وتتشكل هذه الغيوم المنخفضة الماطرة خلال الساعات القادمة تندفع هذه الكتلة الهوائية الباردة شرقا باتجام منطقة بلاد الشام والمملكة تندفع مع هذه الكميات من الغيوم وبالتالي تصبح الفرصة مهيئة لعطول زخات من الأمطار نبقى نتحدث عن زخات الأمطار ونستعرض الآن وإيكم هذه الخرائط الجوية من يوم الثلاثاء أو توقعات الأمطار من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس لاحظوا تمركز الأمطار خلال ساعات ليل الثلاثاء على الأربعة فوق البحر الأليم المتوسط وأيضا فوق سواحل سوريا ولبنان لكن خلال ساعات الليل تتحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة شرقا باتجام منطقة بلاد الشام تصبح الفرصة مهيئة لعطول زخات من الأمطار فوق المنطقة الشمالية خلال ساعات يوم الأربعة تتسعرق على تأثير هذا المنخفض الجوي وبالتالي تصبح الفرصة أيضا مهيئة لعطول زخات من الأمطار فوق المنطقة الشمالية أجزاء من المنطقة الوسطى ثم لاحقا خلال ساعات مساء يوم الأربعاء تشمل بعض أجزاء من المنطقة الجنوبية وأجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات ليل الأربعاء على الخميس تستمر فرص خطو زخات الأمطار في عموم المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية وأجزاء من المنطقة الشرقية وأيضا تستمر فرص زخات الأمطار خلال ساعات يوم الخميس مع الخفاض ملموس على درجة الحرارة يوم الخميس تحديدا مع تعمق الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي نستعرض الآن وإياكم خراء توزيع الكتلة الهوائية المتوقعة من يوم الثلاثة وحتى يوم الخميس حيث تندفع كتلة هوائية باردة مرافقة لهذا المنخفض الجوي من شرق البحراء بالمتوسط باتجاب منطقة بلاد الشام تتعمق هذه الكتلة الهوائية الباردة أكثر خلال يوم الخميس وبالتالي يوم الخميس يكون الطقس بارد خلال ساعة النهار تكون درجة حرارة أبرد من يوم الأربعة لكن اعتبارا من يوم الجمعة ببن الله تستقر الأجواء ويبتعد هذا المنخفض الجوي تنشط الرياح الشرقي مجددا لكن المرتفع الجوي السريبيري يمتد نحو الأراضي العراقية والأراضي السورية يترافق بكتلة هوائية شديدة البرودة لاحظوا هذه الكتلة الهوائية الباردة التي تنزل ضمن تيارات شمالية إلى شمالية شرقية فوق عموم منطقات العراق وشمال سوريا ثم لاحقا خلال عطلة نهاية أسبوع وبداية أسبوع القادم يتوقع أن تتأثر المملكة بهذه الكتلة الهوائية الباردة وأيضا تتشمل هذه الكتلة الهوائية الباردة الشمال المملكة العربية السعودية وأجزاء من شمال الخليج العربي هذه الكتلة الهوائية الباردة ستزيد من فرص تشكل السقية خلال ساعات الليل والصباح الباكر من ليل السبت على الأحد وأيضا ليل الجمعة على السبت في عموم المنطقة الشرقية وأجزاء كبيرة من منطقة السهول والجبال من المملكة حيث تتدنى درجة الحرارة بشكل كبير سنستعرض تفاصيل هذه الكتلة الهوائية الباردة خلال النشرات اللاحقة نعود للعاصمة عمال وتوقعات الجوية خلال يوم الأربعاء حيث يسوي التقص غائم جزئي أو متقلب بين غائم جزئي وغالبا غائم مع فرصة التحطوز الخاتم للأمطار 14 درجة مئوية الفرصة تكون أفضل خلال ساعة ما بعد الظهيرة الملموسة 13 الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية معتدلات أسرى بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الأربعاء 14 إلى 8 يوم الخميس 13 تنخفى درجة الحرارة مع استمارة للفرصة التوزخات الأمطار 13 إلى 5 درجة مئوية يوم الأربعاء يستقر الطاقس تنشط الرياح الشرقية التي تزيدنا الشعور بالبرودة 14 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 7 درجة مئوية إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة